أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة رح نتكلم عن بعض الأسئلة الهامة أسئلة تتعلق بالصليب أو بصلب يسوع المسيح وهذه الأسئلة كنا نواجهها أو نسأل كثيرا من خلال الصفحات الفيسبوك السوشال ميديا بيتواصلوا وبيتصلوا وبيتواصلوا معنا من خلال هذه الأسئلة وطبعا موضوع صلب المسيح البعض بين مؤيد وبين الرافض ولكن أصلي من كل قلبي عندما تسمع الأجوبة في هذه الحلقة أن تتخذ القرار الصائب الصحيح اليوم في حياتك وأريد أن أدعوك اليوم أن لا تقص قلبك لا تجازف بحياتك ولا تقامر بأبديتك نفسك غالي ثميني جدا عند الرب فالصليب هو ليس من اختراع المسيحيين الصليب هو تدبير إلهي من قبل الأزمنة الأزلية الله أحبنا في فكر الأزل كان في خطة فداء وحاول الإنسان بكل الوسائل أن يرضي الله أو أن يوفي مطالب الله ولكن فشل فشلا ذريعا ولكن الصليب هو مبادرة إلهية طريقة إلهية تعبير عن محبة الله وفي نفس الوقت تعبير عن التوازن التوازن في الصفات الإلهية بين المحبة والعدالة أيضا فأصلي من كل قلب اليوم أن الرب يفتح أذهاننا ويكشف عن عيوننا وينير قلوبنا حتى فعلا نستنير ونأخذ القرار الصحيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة